أما في خبرنا الأخير حيث افتتحت ممثلية وزارة التربية في محافظة أربيل عاصمة قليم كردستان مدرستين كارفانيتين في مجمع الزيتون السكني بحضور مدير ممثلية التربية في أربيل ومدير عام النشاط المدرسي بوزارة التربية وجمع غفير من أهالي المنطقة تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير الذي عده لنا الزميل علي بازل مدرستين كارفانيتين في مجمع الزيتون افتتحت من قبل ممثلية وزارة التربية في أربيل وسط جمع من أهالي الطالبة والتلاميذ الذين باشروا بالدوم فيها تحتوي هتين مدرستين على خمسين كارفان وتستوعب أكثر من ألفي طالب بمختلف الأعمار والمراحل الدراسية في مدير 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 عام في مدير عام اليوم افتحنا مدرسة تابع بها ساكنة داوم بها خمس مدارس تابع عليها ممثلية وزارة التربية في أربيل الحقيقة الضغط اللي صار باستقبال الطلاب فترة الأخيرة من المحافظات بسبب التوجه بالعودة من مناطق المحررة إلى أربيل استقبلنا تقريبا أكثر من خمسة آلاف طالب نضطرنا إلى فتح مدارس جديدة حتى نقدر نغطي عداد الطلاب اللي يجتنا من المحافظات العراق كله وليس نقول أنبارو صلاح الدين ووقيت المحافظات من الجنوب حقيقة هاي العداد الطلاب اللي يجتنا لازم ناخذ إجراء من توفير مدارس توفير القرطاسية توفير الأمور الإدارية بشكل كامل بعد ما كانت المدارس مارتنا مؤجرة من قبل أصحاب بيوت فهذه السنة قللنا صرف وزارة التربية فبعد ما أرادوا يصير دوامنا بالمدارس الأخرى دمج مدارس الزيتون خارج الزيتون يعني بدارته يصير بنصلاوة فرمان بران الدوام يصير دوام ثالث يعني من الساعة الخمسة قبل المغرب لحد الساعة الثمانية ليلا أخذت على عاتقي بالذهاب إلى السيد محافظ أربيل وبالاتصال إلى السيد وزير الهجرة والسيد وكيل وزير الهجرة الشيخ جاسم العطية والسيد نائب محافظ أربيل الحمد لله والشكر كانت الاستجابة فورية بدون أي تأخير ولا طولت الاستجابة خمسة دقائق وجاء هذا الافتتاح ملبياً لاحتياج النازح في هذه المنطقة التي يقطن فيها النازحين أغلبهم من محافظة صلاح الدين الذين لم يتسنى لهم العودة لديارهم عبر أهالي الطلبة عن فرحتهم بهذه المدارس والله إحنا فريحين جداً الآن نشوف مدرسة متكاملة ورغم بساطة بشكل كرافونات ولكن هي نظامية لأن نشوفها موجودة بالكاميرا وصورتها تسع عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي كانوا ما أكو مكان لهم كان التأجير غالي باهظ جداً على كاهل الوزارة الآن هذه المدرسة بدون آجارات مدرسة بسيطة ونفس المضمون حققته بالمدارس الأخرى الموجودة رغم بساطتها قرب عمل المدارس في يماكن وجود النازحين يمكن الطالب والطالبة من الذهاب إلى المدرسة دون تكاليف أضافية قد تثق لكاهل أهليهم الاهتمام بواقع التعليم في العراق من خلال إنشاء مدارس كرافانية خطوة مهمة في زيادة نسبة التعليم للنازحين من أربيل علي باسل قناة صلاح الدين الفضائية